اهم عشر اطفال في العالم الامير جورج كامبريج ولد الامير جورج في 22 يوليو 2013 وهو ابن الامير ويليام دوغ كامبريج وكاثرين دوغة كامبريج وحفيد تشارلز امير ويلز وديانا امير ويلز وما يجعله اقوى طفلا في العالم انه الثالث في ترتيب من سيخلفون جدته الملكة اليزابيت الثانية وذلك بعد جده وابيها وفي عيد ميلاده الاول بدأ الامير جورج اول جولة ملكية لها في زيارة دامت 19 يوما في استراليا ونيوزيلندا مارغاريت لورا هاجر ميلا ولدت مارغاريت لورا هاجر في 13 ابريل 2013 وهي ابنة جينا بوش هاجر وزوجها هنري هاجر وحفيدة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش وما يجعلها طفلة قوية هي انها احدث عضو ينضم الى عائلة بوش كما انها حفيدة لاثنين من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الامريكية بلو ايفي كارتر ولدت في 7 يناير 2012 وهي ابنة مغنى راب الامريكي جايزي والمغنية الامريكية بيونسيه نولز وما يجعلها طفلة قوية هي انها ابنة لاثنين من اكبر النجوم وهما رائدان في المجال الاعلامي وعالم الموضة والتجول عالميا فضلا عن تحقيقهما نسبا عالية جدا من مبيعات غلوري او المجد وظهرت بلو في اغنية لجيزي يانجي برين يانجي برين هو ابن اقوى زوجين في عالم التكنولوجيا فولده هو الشريك المؤسس لجوجل سيرجي برين المتخصص في علوم الجينات مؤسس شركة 23andme والتكنولوجيا الحيوية اليكسيس مارتن اليكسيس مارتن او التفلة المعجزة من ولاية اريزونا تعتبر اصغر عضو في جمعية منسى الدولية لفائقي الذكاء ايكيو والاختبارات وما يجعلها طفلة قوية انها اصبحت وهي في عمر ثلاث سنوات اصغر شخص على الاطلاق يلتحق بمجتمع الذكاء الحصري في جمعية منسى البراطانية بعد تحقيقها درجة الذكاء تصل الى 160 وهو نفس ما حصل عليه البرت اينشتاين ستيفن هوغن ونيكولاس كوبرنيكوس ومارتن تقرأ على مستوى الصف الاعدادية وعلمت نفسها الاسبانية بواسطة جهاز ايباد فقط فيبي اديل جيتز فيبي هي ابنة اغنى شخص في العالم بيل جيتز وميلين جيتز وولدت عام 2002 وما يجعلها من اقوى شخصيات العالم انها الابنة الصغرى لاغنى رجل في العالم باق على قيد الحيهة وستحصل على عشرة ملايين دولار عند وفاة والدها كميراث اولية وستحصل على مبلغ ضخم اخر لم يكشفه بيل جيتز اضافة لاخويها الاثنين وسيتبرع بالباقي للجمعيات الخيرية كوفينزانيه واليس تفلة امريكية عرفت من خلال دورها الرئيسي في الفيلم الروائي وحوش البرية الجنوبية الذي ترشحت من خلاله لجائزة افضل ممثلة في المهرشان جوائز الاوسكار الخامس والثمانين من موليد 28 اغسطس 2003 في مدينة هوما بولاية دوزيانا في الولايات المتحدة الامريكية وتعد اصغر ممثلة تحصل على ترشح لجائزة الاوسكار لافضل ممثلة في دور رئيسي كيلي شو كيلي شو طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات هي اول طفلة تحصل على بطولة الجولف في نادي اوجاستا الوطني بالولايات المتحدة ليونور اميرة اسبانيا ليونور ديتودوس لوسانتوس دي بوربون اورتيز من موليد 31 اكتوبر عام 2005 وهي الابنة الاكبر لملك اسبانيا فليبي امير استورياس وهي الاخت الكبرى لشقيقة واحدة وهي الاميرة سوفيا تعرف عادة بنفانتا ليونور وهو الاسم الاسباني للاميرة ليونور سبب قوتها انها الوريثة الوحيدة للعرش الاسباني وفقا لدستور 1978 ايفان تيوب ايش دي واحد من اعلى النجوم اجرا في موقع يوتيوب سبب قوته ان فيديوهاته حصلت على اكثر من 280 مليون مشاهدة في اليوتيوب يبلغ من العمر 7 سنوات وقناته تسمى بايفان تيوب ايش دي وبلغت نسبة مشاهدة قناوته اكثر من نصف مليار في بضع سنوات ويحصل على اكثر من مليون وثلاثمائة الف دولار في السنة اشتركوا في القناة